طلابنا الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسعد الله أوقاتكم بكل الخير هيا نبدأ رحلة جديدة من دروس العلوم المصورة وعنوان درسنا لهذا اليوم هو إساءة استخدام المضادات الحيوية والفيروسات والتحصين المناعي أهداف الدرس يتوقع منك عزيز الطالب بعد نهاية الدرس اليوم أن تكون قادرا على أولا أن تعدد الاحتياطات الواجب مراعاتها لمنع إساءة استخدام المضادات الحيوية ثانيا أن تفسر كيف أن الاستخدام المكثف للصابون المضاد للبكتيريا يضر بصحة المجتمع ثالثا أن تبين كيفية عمل اللقاح في الجسم درست سابقا عزيز الطالب أن أول من اكتشف المضادة الحيوية البنسالين هو العالم إليكسندر فليمينغ من عفن البنسيليوم درست أيضا عزيز الطالب أن المقصود بالمضادة الحيوية هو مواد مضادة للبكتيريا قاتلة للبكتيريا أن الوسط المغذي الأنسب للنمو عفن البنسيليوم هو ثمار الشمام ودرستم أيضا أعزائي أنه من الأمثل على المضادات الحيوية الطبيعية الثوم والعسل والزنجبيل والآن عزيز الطالب ننتقل بكم إلى الهدف الأول وهو أن تعدد الاحتياطات الواجب مراعاتها لمنع إساءة استخدام المضادات الحيوية عزيز الطالب ثمت أشخاص يتناولون المضادات الحيوية لمجرد ظهور أي علامة من علامات المرض وهذا تصرف غير صائب لأن الجسم يتفاعل لمحاربة العدوى بشكل طبيعي في بعض الأحيان تستغرق المعركة بعض الوقت وبالتالي لا يجوز الإفراط في استخدام المضادات الحيوية إذ يشكل ذلك خطرا على الصحة والآن عزيز الطالب لماذا يجب عدم تناول المضادات الحيوية بمجرد ظهور أي علامة من علامات المرض؟ إجابة سليمة أحسنتم لأن الجسم يتفاعل لمحاربة العدوى بشكل طبيعي وفي بعض الأحيان تستغرق المقاومة بعض الوقت عزيز الطالب لماذا لا يجوز الإفراط في استخدام المضادات الحيوية؟ إجابة صحيحة أحسنتم لأن الجسم يتفاعل لمحاربة العدوى بشكل طبيعي وتحتاج إلى وقت وأيضا تقتل المضادات الحيوية البكتيري المفيدة أيضا أعزاء الطالبة عند القيام بتمارين الأوزان الثقيلة تطلب من صديق أو مدرب مراقبتك ولا تكون الغاية من ذلك مساعدتك على رفع الوزن إنما البقاء قربك لتقديم المساعدة ولكن فكر عزيز الطالب في المضادات الحيوية على أنها مراقب في معركتك ضد العدوى وفي أن جسمك قادر على القيام بمعظم العمل إلا عندما تتخطى العدوى الحد المحتمل عندئذ تمنحك المضادات الحيوية الدعم والآن عزيز الطالب أذكر اثنين من الاحتياطات الواجب براعاتها لمن إساءة استخدام المضادات الحيوية إجابة صحيحة أحسنتم أولا إذا كنت تعاني مرضا فيروسيا يمكن أن تزيد المضادات الحيوية الحالة سوءا ثانيا تقتل المضادات الحيوية البكتيريا المفيدة بالسهولة التي تقتل بها البكتيريا الخطيرة على الجسم ومن الأمثل عزيز الطالب أن المضادات الحيوية تقتل بكتيريا برو بيوتكية مفيدة لها دور في وظائف الجهاز المناعي الطبيعي أعزاء الطلبة العديد من المضادات الحيوية بما في ذلك البنسليين تعمل عن طريق مهاجمة جدار الخلية للبكتيريا حيث تمنع الأدوية البكتيريا من تكوين الجدار مما يؤدي في النهاية إلى موتها والآن عزيز الطالب لماذا لا تجد المضادات الحيوية مع الأمراض الفيروسية إجابة صحيحة أحسنتم لأن المضادة الحيوية يؤثر على الجدار الخلوي للبكتيريا والفيروس لا يوجر عنده جدار عزيز الطالب اكتب النتيجة المترتبة على الإفراد في استخدام المضادات الحيوية إجابة سليمة أحسنتم أولا عزيز الطالب تضعف قدراتك على مكافحة الإصابة بالفيروس ثانيا إنتاج بكتيريا مقاومة للمضاد الحيوي عزيز الطالب مقارنة بمناطق السكان الأقل ضراء والذين يقل اعتمادهم على المضادات الحيوية أولا تساعد المضادات الحيوية الجسم على مكافحة الفيروسات أحسنتم العبارة خاطئة لأن المضادات الحيوية تؤثر أيضا على البكتيريا النافعة والآن عزيز الطالب عزيز الطالب لننتقل إلى الهدف الثاني وهو أن تفسر كيف أن الاستخدام المكثف للصابود المضاد للبكتيريا يضر بصحة المجتمع أعزاء الطلبة تؤدي المضادات الحيوية إلى الضرار بالميكروبيوم على جلدك وهو الذي يحافظ على عمل الجهاز المنائي بشكل صحيح حيث يعد عزيز الطالب غسل اليدين طريقة جيدة للتقليل من العدوى البكتيرية لكن الاستخدام المكثف للصابود المضاد للبكتيريا يسبب قلقا في المجتمع الطبي فمغظم الحالات لا تتطلب هذا الكام من الاحتياط الإضافي حيث يعتقد الأطباء أن استخدام الصابون المضاد للبكتيريا مهم في مجال عملهم أما بالنسبة إلينا فهو غير ضروري بحيث يسهم في التطور الخطير للبكتيريا التي تستطيع مقاومة المضادات الحيوية والآن أبناء الطلبة ما الضرر الناتج عن الاستخدام المكثف للصابون المضاد للبكتيريا؟ إجابة سليمة أحسنتم الحاق الضرر بالبيكروبيوم على الجلد وهو الذي يحافظ على عمل الجهاز المناعي بشكل صحيح ننتقل الآن عزيز الطالب إلى أسئلة الكتاب المدرسي والسؤال الحادي عشر الصفحة التاسعة والسبعون ما الغاية من وجود المضادات الحيوية؟ هل إنتاج بكتيريا أفضل؟ أم القضاء على البكتيريا جميعها في جسمنا؟ أم التغلب على العدوى التي يجد جهازنا المناعي صعوبة في الشفاء منها؟ أم الحلول مكان جهازنا المناعي كي لا نمرض؟ أحسنتم إجابة سليمة الإجابة الصحيحة سي وهي التغلب على العدوى التي يجد جهازنا المناعي صعوبة في الشفاء منها السؤال التاسع والثلاثون الصفحة الواحدة والثمانون من الكتاب المدرسي عدد أثرين جانبيين سلبيين يمكن أن ينتجه من استخدام المضادات الحيوية سيكون عليك عزيز الطالب أن تبحث عن معلومات إضافية للإجابة إجابة سليمة أحسنتم الإسهال ألقي التلبك الهضمي الطفح أو الحساسية والآن عزيز الطالب السؤال الخامس والعشرون الصفحة الثمانون من الكتاب المدرسي ما المشكلة التي تنتج من الغسل المفرط لليدين؟ إجابة سليمة أحسنتم إلحاق الضرر بالبيكروبيوم البكتيريا المفيدة على الجلد وهو الذي يحافظ على عمل الجهاز المنائي بشكل صحيح والآن عزيز الطالب ننتقل إلى الهدف الثالث وهو أن تبين كيفية عمل اللقاح في الجسم أبناء الطلبة لقد طور الإنسان دفاعات طبيعية قوية ضد الفيروسات ويؤدي التعرض البسيط لبعض الفيروسات إلى قيام جهاز المناعة بإنتاج أجسام مضادة تتعرف إليها وتقتلها ولكن عزيز الطالب ما الفرق بين اللقاح والتحصين؟ إجابة سليمة أحسنتم اللقاح هو مسبب المرض ميت أو ضعيف ويستخدم ليحفز الجسم على إنتاج الأسام المضادة بطريقة طبيعية فيكتسم الجسم المناعة أما التحصين فهو تقنية استخدم اللقاح لتحفيز الجسم على إنتاج أسام مضادة طبيعية ليصبح منعا ضد الفيروس الحقيقي أمثل على الأمراض الفيروسية مرض الجدري سمول بوكس وهو عزيز الطالب مرض معدي فيروسي تسبب في الماضي بموت خمسمائة مليون شخص ولكن في نهاية القرن الثامن عشر قام طريق على رأسه العالم إدوارد جنر بإنتاج لقاح ضد الجدري ويتم حتى يومنا هذا تطعيم موظم الناس في مرحلة طفولتهم ضد هذا الفيروس ولقد كان عزيز الطالب التطعيم ناجحا بحيث رسلت الحالة الأخيرة للوفاة بسبب مرض الجدري عام 1978 عزيز الطالب تمتنت اللقاحات من القضايا على العديد من الأمراض بنجاح كبير وأمر طبيعي ألا تتذكر الأجال الشابة الخطر الذي كانت تمثله هذه الأمراض ذات يوم ولا يمكن أن ننكر بعض مخاطر اللقاحات إلا أنها تبقى محدودة مقارنة بخطر المرض غير أن قلة المعرفة دفعت ببعض الآباء إلى رفض جميع اللقاحات وقد اختلفت التفسيرات حول سبب رفضهم تلقيح أطفالهم لكن المهنيين الطبيين يجمعون على أن رفض تطعيم الأطفال هو خيار قطير فثمت حالات من الحسبة وشلل الأطفال يجرى التبلغ عنها اليوم في المناطق التي تأبى فيها المجموعات تطعيم أطفالهم وفي ظل العودة المفاجئة للحسبة وشلل الأطفال تغير النقاش مرة أخرى لصالح اللقاحات كيفية عمل اللقاحات تذكر عزيز الطالب أن اللقاح هو شكل مضعف أو مقتول من مسبب المرض المستهدف في المرة الأولى عزيز الطالب والتي يتعرض فيها الجسم إلى لقاح ضد فيروس ما يقوم الجهاز المناعي بإنتاج خلايا ذاكرة تحفظ شكل مسبب المرض ويقوم أيضا بإنتاج أسام مضادة محددة تتعرف على مسبب المرض وتهاجمه وعند تعرض الجسم عزيز الطالب مرة ثانية لمسبب المرض الحقيقي وهو الفيروس الحقيقي يقوم جهاز المناعة بإنتاج الجسم المضاد المناسب لمكافحة الفيروس عزيز الطالب في بعض الحالات يكون حقن الجسم بجرعات تعزيزية بعد اللقاح الأول ببضع سنوات أمرا ضروريا وعندما يتعرف الجهاز المناعي عزيز الطالب نمط الفيروس بشكل تام يتذكر جسمك نمط مطابقة الأسام المضادة لهذا الفيروس طيلة حياتك وإذا تعرض الجسم في وقت لاحق للفيروس الحقيقي سيقوم الجسم تلقائيا بإنتاج الجسم المضاد المناسب لمكافحته والآن عزيز الطالب ننتقل بكم إلى أسئلة الكتاب المدرسي والسؤال الخامس الصفحة الرابعة والستون ماذا يفعل اللقاح؟ هل يحفز الجسم على إنتاج خلايا ذاكرة تحفظ شكل مسبب المرض؟ أم يساعد جسمك على إنتاج المضادات الحيوية؟ أم يشفيك من الفيروس؟ أم يشفيك من العدوى البكتيرية؟ إجابة سليمة أحسنتم الإجابة الصحيحة A يحفز الجسم على إنتاج خلايا ذاكرة تحفظ شكل مسبب المرض خلاصة الدرس لا يجوز الإفراط في استخدام المضادات الحيوية لأن الجسم يتفاعل لمحاربة العدوى بشكل طبيعي يمكن للمضادات الحيوية غير الضرورية أن تضعف قدرتك على مكافحة الإصابة بالفيروس الصابون المضاد للبكتيريا غير ضروري في المواقف العادية ويمكن أن يكون ضرا للبكتيريا المفيدة والتي تعيش على سطح الجلد اللقاح وهو مسبب المرض ميت أو ضعيف ويستخدم ليحفز الجسم على إنتاج الأسام المضادة بطريقة طبيعية فيكتسب الجسم المناعة أما التحصين فهو تقنية تستخدم اللقاح لتحفيز الجسم على إنتاج أسام المضادة طبيعية ليصبح الجسم منيعا إذا تعرض الجسم في وقت لاحق للفيروس الحقيقي سيقوم الجسم تلقائيا بإنتاج الجسم المضاد المناسب لمكافحته وفي نهاية الدرس اليوم نتوقع منك عزيز الطالب تحقيق جميع الأهداف المرجوة وإلى لقاء جديد من دروس العلوم العامة أسأل الله عز وجل للتوفيق والنجاح والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر